اسم الدرس اكتملت الفرحة عاش العم محمود في إحدى الكرة مع زوجته زينب ينسجان من الصوف أغطية ومن القطن ملابس ولم يكن لهما أبناء وقد ظل يدعوان الله ليلا نهارا أن يرزقهما ولدا يؤنس وحشتهما ويملأ وحدتهما وذات يوم أحست زوجة النساج بعلامات الحمل فابتهجت وأخبرت زوجها ففرحة وسجد لله شكرا وملأت عينيه الدموع لشدة سعادته مرت أشهر الحمل التسعة بسلام أتت بعدها محاس لتملأ البيت بهجة وسرورا فأقام النساج احتفالات ذبحت فيها الخرفان ونصبت الموائد وقدمت المأكولات الشهية ترعرعت الفتاة في ظل أبويها تنعم بالدفء العائلي واعتنى الوالدان بواحدتيهما عناية كبيرة تجمع بين اللين والحزن نهلت محاس من المدرسة العلم والأدب فتألقت فيهما وكانت تتردد على المصنع الصغير فأخذت عن والديها فن النسج وبرعت فيه نجحت محاس في دراستها نجاحا مميزا وانتقلت من المرحلة الثانوية إلى الكلية وهكذا أصبحت بعد سنوات مهندسة في صناعة الملابس الجاهزة تدير مصنعا يشاغل أكثر من مائة عامل وتحيط والديها برعاية كبيرة مليئة بالحب والحنان وبذلك اكتملت فرحة الأبوين فأقبل على الحياة بأمل كبير أولا أكتشف وأفهم أولا أقرأ المقطع التالي ثم أجيب عن السؤال أقام العم محمود احتفالات ذبحت فيها الخرفان ونصبت الموائد وقدمت المأكولات الشهية ما هي المناسبة التي أقيمت فيها هذه الاحتفالات؟ الإجابة المناسبة التي أقيمت فيها هذه الاحتفالات هي قدوم أول مولود للعم محمود ثانيا أقرأ النص وأعين الجمل المتعلقة به فرح العم محمود عندما أحست زوجته بعلامات الحمل أقيمت الاحتفالات بمناسبة حصول العم محمود على جائزة نجحت محاسم في دراستها وأصبحت تدير مصنعاً للملابس الجاهزة الإجابة فرح العم محمود عندما أحست زوجته بعلامات الحمل نجحت محاسم في دراستها وأصبحت تدير مصنعاً للملابس الجاهزة ثالثاً أعيد سرد القصة مركزاً على الأحداث الرئيسية الإجابة كان العم محمود رجلاً طيب القلب يسكن مع زوجته المصون بيتاً وحيدين لا ونيس لهما فالزوجة لم ترزق بمولود حتى الآن فقرس حياتهما كلها في العمل وصناعة منسوجات التقليدية دون امتعاض ولا يأس وكان همهما الوحيد ولداً يملأ حياتهما حباً وسعاداً ورغم السنين التي مضت وتقدم السن بهما إلى أن رحمة الله واسعة فقد من الله عليهما خبر حمل الزوجة مما أدخل البهجة عليهما وجاء اليوم الموعود وهلت بدر البدور البنت المصون حبيبة والديها لتنير شمعة حياة كادت تنطفئ وتبعث روحاً جديدة في نفوس والديها محاسن تلك البنت المطيعة البارة لوالديها ها هي اليوم حاملة مش على النجاح والطموح وأصبحت مهندسة في صناعة الملابس تدير مصنعاً للملابس الجاهزة رابعاً أجيب عن الأسئلة الآتية عاشت محاسن في وسط عائلي تغمره السعادة أستخرج من النص ما يدل على ذلك الإجابة ترعرعت الفتاة في ظل أبويها تنعم بالدفء العائلي واعتنى الوالدان بواحدتيهما عناية كبيرة تجمع بين اللين والحزن بما اشتغلت محاسن بعد تخرجها من الكلية الإجابة اشتغلت محاسن في مصنع للملابس الجاهزة فهي من كانت تديره اتصفت تربية الوالدين بصفتين مختلفتين ما هما؟ الإجابة اتصفت تربية الوالدين بصفتين هما اللين والحزن خامسا أعود ما هو مستر في الجمل الآتية بما يفيد المعنى نفسه ترعرعت الفتاة في ظل أبويها تنعم بالدفء العائلي الإجابة ترعرعت الفتاة في ظل أبويها تحظى بالدفء العائلي لطافة الحرارة جعلت الوالدين ينخرطان مع أبنائهما في اللعب والكرة لطافة الحرارة جعلت الوالدين يشتركان مع أبنائهما في اللعب بالكرة نهلت محاسن من المدرسة العلم والأدب فتألقت فيهما الإجابة تستقي محاسن من المدرسة العلم والأدب فتميزت فتفوقت فيهما ثانياً أعمق فهمي فرح العم محمود في عدة مناسبات سادساً أذكر هذه المناسبات مرتبة حسب تعاقبها الزمني الإجابة خبر حمل زوجته ولادة محاسن نجاح محاسن في الدراسة تولي محاسن إدارة مصنع للملابس الجاهزة ورعايتها لوالديها سابعاً أذكر الشخصيات المناسبة لهذه الأعمال إقامة الاحتفالات النجاح في الدراسة الإحساس بعلامات الحمل تربية البنت وتعليمها إدارة المصنع الإجابة الإجابة الأحداث حسب تعاقبها في الزمن إقامة الاحتفالات الأب النجاح في الدراسة محاسن الإحساس بعلامات الحمل الزوجة تربية البنت وتعليمها الأبوين إدارة المصنع محاسن باء أرتب هذه الأعمال حسب ورودها في النص الإجابة أولاً الإحساس بعلامات الحمل الزوجة ثانياً إقامة الاحتفالات الأب ثالثاً تربية البنت وتعليمها الأبوين رابعاً النجاح في الدراسة محاسن خامساً إدارة المصنع محاسن ثامناً بعد تخرج محاسن من الكلية وقعت مجموعة من الأحداث أذكرها مرتبة حسب ورودها في النص الإجابة تمثلت الأحداث كالآتي أولاً إدارة مصنع للملابس الجاهزة ثانياً تشغيل أكثر من مئة عامل ثالثاً رعاية والديها رعاية مليئة بالحب والحنان تاسعاً هل اعترفت محاسن بفضل والديها عليها بعد نجاحها في مهنتها؟ أستخرج من النص ما يدعم إجابتي أجابة تشغيل أكثر من محاسن تشغيل أكثر من مصنع بأمل كبير ثالثاً أبدي رأيي ما هي حسب رأيك العوامل التي ساعدت محاسن على النجاح في الدراسة وفي إدارة مصنع الملابس الجاهزة الإجابة العوامل الأساسية التي ساعدت محاسن على النجاح في الدراسة وفي إدارة مصنع الملابس الجاهزة هي الإحاطة الجيدة والتربية والنشأة الصحيحة من طرف الأبوين لها بالإضافة إلى الحب الكبير السائد داخل المحيط الأسري فقد ترعرعت الفتاة في ظل أبويها أين تنعمت بالدفء العائلي وكذلك اجتهادها وعزيمتها القوية على النجاح